مرحبا بكم مشاهدين الى المسائية اطلالتكم اليومية على ابرز الموضوعات والقضايا وفي فقراتنا الليلة نتابع الترامب يصدق على حزمة جديدة من العقوبات على ايران ويقول انه لا يفضل العودة الى الكونغرس بمسألة شن حرب ضدها لا ضير في التشاور مع الكونغرس ولكن ما يزعجني هو نانسي بولوسي التي تحاول ان تدافع عن هذا الوحش الايراني ومجلس النواب الامريكي يبدأ مناقشة مشروع قرار يهدف الى الحد من صلاحية الترامب العسكرية تجاه ايران الحرس الثوري الايراني يكذب تصريحات ترامب بشأن عدم تعرض القوات الامريكية لخسائر في العراق نحن غيرنا الهدف الى قاعدة عين الاسد في غرب الايران لماذا؟ لان قاعدة التاج هي قريبة من العاصمة بغداد ومن مدينة الكاظمين وفي الملف الليبي اردوغان يقول ان الوجود التركي في ليبيا لانهاء الظلم وانقال تعتبر البيانة الصادرة عن اجتماع القاهرة بشأن الاوضاع في ليبيا غير واقعي وفي ملف سد النهضة وزارة الرأي المصرية تتحدث عن خلافات فنية جوهرية حول السد الجولة الاخيرة من المفاوضات بأديس أبابا قبيل محادثات واشلطن فينا حتى الان نقاط عديدة خلافية لم يتم اتفاق عليها متعلقة هم أزين نقاط حضرتك نأكد على قواعد خاصة بالمل وفتراته وقواعد خاصة بفترات التشغيل وضمن تغطيتنا الليلة هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا تنشر تسجيلا صوتيا يورط ولي عهد أبو ظبي في قضية فساد مع نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء السابق نحن نواجه غيمة سوداء بسبب الاعلان أمس من قبل وزارة العد الأمريكية لأن هذا أمر محرج لكلا بلدين فهو يسيء للماليزيا كما يسيء للإمارات وشخصيات مقربة منكم وختام المسائية الفقرة الأسبوعية إبداع الجمهور مصر بترتبها دخلت ضمن الدول الأشد هشاشة في العالم طبعاً أنت عارف أن مصر عارف كتفة والتقرير بيقول أنها كمان ماشية بضهرة ورجعت لورا خطوتين عن ترتبها 2018 اللي كانت فيه على مؤشر التحذير العالمي 2019 دخلنا مؤشر الإنذار العالمي مرحباً بكم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه صدق على حزمة جديدة من العقوبات على إيران تصدرها وزارة الخزانة قريباً بعد القصف الساروخي الذي استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق وعن شن حرب ضد إيران قال ترامب إنه لا يفضل العودة إلى الكونغرس في مسألة شن الحرب مشيراً إلى أنه سيأخذ القرار وفقاً لمعطيات على الأرض وقال الرئيس الأمريكي إن البنتاجون هو الذي رفض منح أعضاء الكونغرس كافة المعلومات حول قتل قاسم سليماني اتخذت بطبيعة الحال القرار ووجهنا الضربة والضربة كانت دقيقة وتخلصنا من الوحش وهم بدأوا ذلك لأنهم قتلوا متعاقداً هذا ما نسميه بالرد أوكرانيا ما حصل مع أوكرانيا طبعاً هو خداع وأيضاً ما حصل مع إيران هو خداع إيران طبعاً كانت لا يتعين عليها أن تطلق الصواريخ أطلقت الصواريخ ولكن لحسن الطالع لم يقتل أحد ولا يصب أحد طبعاً أضرار بسيطة لحقت بالقاعدة ولكن أتيحت لنا الفرصة بالتخلص من هذا الوحش وكانت تعين علينا التخلص منه منذ فترة طويلة إذا ما أردت إنتخاذ تدابير عسكرية إضافية ضد إيران هل تحتاج إلى التشاور مع الكونغرس في بعض الأحيان تعين عليك جون أن تتحرك بسرعة هائلة وفي بعض الأحيان لا ضير في التشاور مع الكونغرس ولكن ما يزعجني هو نانسي بولوسي التي تحاول أن تدافع عن هذا الوحش الإيراني ولكن كثير من الناس بطرت أطرافهم لأنه كان الشخص البسؤول عن إرسال ولكن إلى العراق والأفغانستان كان ذلك محبباً للقلبي أعتقد أن ذلك كان رائعاً ولكن لا يعتقد الآن ذلك نانسي بولوسي أردت أن تدافع عن معنام تدافع عن فأعتقد أن هذا شيء سيء جداً لهذه البلاد يأتي هذا فيما يصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يحد من قدرة الرئيس على شن حرب على إيران وكان نواب ديمقراطيون وجمهوريون قد انتقدوا الإحاطة العسكرية التي قدمتها إدارة الرئيس ترامب بشأن الهجوم الذي أودى بحياة القائد الإيراني قاسم سليماني واتهم النواب مسؤولية الإدارة بأنهم فشلوا في تقديم أدلة لإثبات أنه جوماً كان وشيكا ورفضوا تجاوز الدور الذي كان يجب أن يلعبه الكونغرس في تقرير القيام بعمل عسكري وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أكدت قبيل الجلسة أن إدارة ترامب لم تحافظ على سلامة الأمريكيين مشيرة إلى أن مشروع قانون يسعى لضمان تجنب وقوع الحرب وصفة التصعيد الأمريكي بغير المقبول في الأسبوع الماضي من وجهة نظرنا الإدارة قامت بضربة جوية غير متناسبة وفعلت ذلك من دون استشارة الكونغرس وحق ذلك المخاطر بالأمريكيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الإدارة قالت أنها مسؤولة وقلنا لماذا لم تستشير الكونغرس وقلنا لهم أن لديكم مسؤولية لجهة استشارتنا ولكن الإدارة لم تفعل ذلك وهناك انتقادات من قبل الجمهوريين بشأن الإحاطة التي وفرت البارحة من قبل الإدارة بشأن هذا الموضوع بعضهم طرحوا سؤالا كالتالي هل تتفقون بشأن هذه الإحاطة التي كانت هي الأسوأ وبالفعل بعضهم بطبيعة الحال وافق على ذلك إذن نريد أن نحمي القيم الأمريكية والأمريكيين نحن نريد أن نمر إلى قرار لكي نضع قيودا على التدابير التي يتخذها الرئيس لكي لا يفضي ذلك إلى العنف العالم وأمريكا لا يمكنهما أن تتحمل الحرب وينضم إلينا عبر الأقمال الصناعية من واشنطر مراسلنا عمرو حسن عمرو مرحبا بك قبالت ما تتحدث عنه بيلوسي المحافظة على القيم الأمريكية هناك العناد عناد الترامب المحود هذا السجال بين بيلوسي والكونغرس والرئيس الترامب الذي يتحدث عن وحش إيراني كيف يبدو لك المشهد حتى الآن أهلا بك دحو بداية يبدو واضحا بأن الكونغرس يحاول الآن بقدر الإمكان أن يحجم من صلاحات الرئيس باتخاذ خطوات تالية وإن كان الرئيس دونالد ترامب قد قال بأن الخطوات التالية سوف تنحسر في تدخل النيتو وأيضا العقوبات الاقتصادية لكن على كل حال شرح المسألة الآن في الكونغرس ما سيتم التصويت عليه خلال على الأقل ساعة من الآن هو مشروع القانون الذي اتحدثت عنه نانسي فيلوسي قبل قليل هذا المشروع هو مشروع سلطات الحرب وهو يدعمه في الغرفة الكبرى وفي مجلس النواب اثنين من الجمهوريان أحدهما هو في الواقع مايكلي الذي قال بأن بناء على الإحاطة الصحفية التي تمت بالأمس هذه الإحاطة كانت الأسوأ منذ تسع السنوات مرت عليه في مجلس الشيوخ يقصد بذلك بالطبع إحاطة وزير خارجية وزير الدفاع وجينا هاسبل مديرة السياي يقصد بذلك بأن الهجوم على قاسم سليماني كان غير مبرر لم يكن هناك داع لهذا الهجوم مجددا هذا نائب سيناتور جمهوري وليس ديمقراطي في مجلس الشيوخ لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه التصويت الذي نحن بصدته مشكلتان المشكلة الأولى هي افتقار الأصوات داخل مجلس الشيوخ لأن وإن تواجد صوتان داخل مجلس الشيوخ فهناك صوتان باقيان لم يفصح أي من الجمهورين عن نيتهم الانضمام لهذا المشروع وبالتالي لن يمر عبر مجلس الشيوخ هذه المشكلة الأولى المشكلة الثانية هي أنه وإن مر عبر مجلس الشيوخ سيواجه الفيتو والمشكلة الحقيقية الثالثة بأنه وإن اعتمد في الفيتو فهذا المشروع مشروع قرار لا يمتلك صلاحيات أو سلطات القانون بمعنى أنه حبر على ورق أو موقف مبدئي ولا يمتلك فعل القانون هذا الحبر على الورق كما قلت عمر هو الذي يجعل الرئيس ترامب يقول بأنه بيجزم ويذهب إلى الأمام بأنه لن يعود إلى الكونغرس مآلات ذلك فيما يتعلق بهذا الرفض رفض ترامب وأيضا مسألة العزل التي تناقش الآن وموجودة في الصحة والرئيس يريد أن يخرج من هذا القفص صحيح وهذا الأمر يشار إليه بشكل كبير جدا لأن نانسي فيلوسي أمام مشكلتين أساسياتين المشكلة الأولى بأنها بالفعل مررت موقف العزل الخطوة التالية تقع على عتقها أن تسلم مواد العزل إلى مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ يقف في مواجهة نانسي فيلوسي سواء في مسألة العزل أو حتى في مسألة تقويد صلاحيات الرئيس في القيام بخطوات مماثلة لما قام به في مقتل السليماني وبالتالي هناك تضاد واضح ما بين نانسي فيلوسي من جهة ومجلس الشيوخ من جهة ومجلس الشيوخ بكل تأكيد يقف ويدعم رئيسه بطبع رئيس الأغلبية هناك وهو ينتمي إلى الحزب الجمهوري لكن بقي لنا أن ننوه بأن هناك تشريع آخر يمتلك صلاحيات القانون قد يمر وهو التشريع الذي تحدث فيه بيرني ساندرس قبل حوالي ساعة من الآن هذا المشروع يتحدث من وجهة نظر مختلفة وجهة نظر الأموال لن ندفع أموالا لترامب ليحارب إيران قد لا يمر استمعنا إلى بعض الأصوات في مجلس الشيوخ التي تدعم هذا القانون لكن على كل حال هو يختلف عن مشروع نانسي بيروسي بأنه يمتلك قوة القانون طبعا عمر وأنت تتحدث هناك مجلس النواب يناقص مشروع قرار حد يد ترامب في مسألة الحرب هذا القرار ماذا سيعطي ربما لموضوع ترامب ماذا يعطي أيضا في علاقة التضاد والخلاف بين إيران التي تصر على الحرب وأيضا أمريكا من خلال ترامب تصر على اللاحرب هل هي فقط لغة دبلوماسية للاستهلاك الإعلامي عمر بكل تأكيد هي لغة دبلوماسية لأن الحزب الديمقراطي نفسه قام باستخدام هذه القوانين التي تمكن الرئيس من فرد عضلاته العسكرية إنجاز التعبير واستخدام هذه الصلاحيات لتوجيه ضربات عسكرية أوباما سابقا استخدمها في 2800 ضربة عسكرية في المنطقة من خلال هذه الصلاحيات وبالتالي ليس من مصلحة لا الجمهوريين ولا الديمقراطيين أن يقوموا بتقويد الصلاحيات الرئاسية في استخدام هذه العضلات العسكرية إنجاز التعبير وبالتالي مناقشة هذا التشريع من قبل نانسي فلوسي هو موقف مبادئي للقول بأننا نقف ضد ترامب شخصيا في هذه المسألة لكن لا نريد تقويد صلاحيات الرئيس وهو بالتأكيد ما لم تسمعه ولن تسمعه في هذه المناقشات التي تشاهدناها على الشاشة هذا من جانب لكن من جانب آخر في الواقع هذا السجال الدائر ما بين نانسي فلوسي وما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين هي معركة إحراز نقاط لدى الجمهور الأمريكي هناك انتخابات مقبلة هناك جلسات عز وبالتالي ما يتم الآن هو محاولة نسب نقاط في هذا المسار وليس تحقيق تشريعات تقود لا من صلاحيات الرئيس ولا تفرد صلاحيات إضافية للكونغرس الأمريكي شكرا جزيلا لك في واشنطن مراسل الجزيرة مباشر عمرو حسن على هذه الإفادة هذا وكذب قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري في إيران اللواء علي حاجي زادة كذب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن عدم تعرض القوات الأمريكية لخسائر في العراق مطالبا إياه بفتح قاعدة عين الأسد أمام الصحفيين وقال زادة إن استهداف القواعد الأمريكية بداية لعملية أكبر ستستمر في كل المنطقة داعيان الأمريكيين إلى مغادرة المنطقة بشكل طوعي على حد تعبيره نحن غيرنا الهدف إلى قاعدة عين الأسد في غرب العراق لماذا؟ لأن قاعدة التاجي هي قريبة من العاصمة بغداد ومن مدينة الكاظمين كما أن هذه القاعدة قاعدة مشتركة للقوات الأمريكية والعراقية وكان يساورنا القلاق بأن قد تحدث الانفجارات والاستهدافات الصاروخية لهذه القاعدة أي قاعدة التاجي تتسبب بأذى أو قلق للشعب العراقي بما أن العاصمة بغداد وكاظمين قريبة من هذه القاعدة أي قاعدة التاجي ومن هذا المطلق نحن اخترنا قاعدة عين الأسد وهي تبعد مئة وسبعين كيلومتراً عن العاصمة بغداد وتعد أكبر قاعدة عسكرية وقد حددنا الأهداف مسبقة من جانبه شدد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقية على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية كما حذر في الوقت نفسه من أي تصعيد في المنطقة معتبراً أن التصعيد سيعزز من قدرة الإرهابيين كما قال أكدنا من جانبنا على احترام سيادة العراق من قبل جميع الأطراف والعمل على دعم جهود العراق لكي يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم وعدم السماح بامتداد السراع إلى أراضيه هذه نقطة مهمة جداً ركزنا عليها في لقائنا في وزارة الخارجية ركز عليها دولة رئيس الوزراء في اجتماعه مع معالي الوزير وركز عليها فخامة الرئيس أيضاً من خلال اللقاءين العام والمغلق وبالتالي عدم السماح بامتداد السراع إلى أراضي العراق وتحوله إلى ساحة الخلافات من أجل استكمال النصري على الإرهابي وإعادة الإعمار وفي غضون ذلك أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة تعليق أنشطته العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد التي تستضيف أفراد التحالف وأوضح التحالف في بيان أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد التنظيم وأضاف إنه على الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية فإن الأنشطة الأخرى تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية التنظيم وتعطيل التمويل وقال التحالف إنه ينتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية لتصويت البرلمان العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من بغداد المحلل السياسي العراقي الأستاذ زياد عرار أستاذ زياد مرحبا بك ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من طهران دكتور حسن حميدان أستاذ دراساتي الشرق الأوسط بجامعة طهران مرحبا دكتور ومعنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من واشنطن الجنرال متقاعد مارك كيميت مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من عمان الأردن دكتور حسن البلاري أستاذ العلاقات الدولية بجامعته الأردنية مرحبا بضيوف الكرام أبدأ من إيران القول أو محاججة الأمريكان ومحاججة الرئيس ترامب ومحاولة تحديه بالقول إذا لم تكن هناك خسائر فلتفتح قاعدة عين الأسد للصحفين هل تملك إيران التي وصلت سواريخها إلى هذه القضية أدلة وصورا على الخسائر لماذا لم تخرجها طبعا الصور التي نشرها سيد حاجي زادة في مؤتمره الصحفي تدل على خسائر في القاعدة الأمريكية على خلاف ما قبل ذلك قيل أنه خسائر طفيفة لكن الصور كما أظهرها تبدي خسائر كبيرة هذا ما ركز عليه وأيضا ركز على أن معلوماته تدل على وقوع حسائر أمريكية وأن هؤلاء الجرحة قد نقلوا إلى خارج القاعدة وبالتالي هو يركز على دقة المعلومات الإيرانية في أمثلة مشابهة كانت إيران مثلا قد رصدت المسيرة الأمريكية منذ إقلاعها حتى وصولها إلى الأرض الإيرانية ثم أسقطتها بالتالي هو يركز على هذه المصداقية لمعلوماته ويقول أننا نملك هذه المعلومات وأن هناك خسائر الرئيس الأمريكي يتنصر من الإعلام بها خوفا من الداخل الأمريكي والضغط الذي قد يأتي بعده لذلك هو يقول عليكم فتح القاعدة إن كنتم تقولون بأنه لم تسقط خسائر طبعا يبقى السؤال معلقا يبقى معي دكتور إلى المحلل السياسي العراقي زياد عروس تصريحات وزير الخارجية لاتفاق الجمعي في العراق على خروج أخراج القوات الأجنبية يعرض العراق كما هدد ترامب إلى حصار لم يره العراقيون من قبل هل العراق جاد في هذا الطلب ماذا عن الجهات الإيرانية أيضا في العراق شكرا جزيلا رئيس ترامب جاد فيما يقول والعراق جاد فيما يفعل لكن الحقيقة هل هذه الجدية من قبل الطرف العراقي ستذهب إلى آلية التنفيذ إذا ما تحدثنا عن ذلك فإن هناك أوليات قبل أن يتم التنفيذ يجب أن تكون هناك حكومة تتفاوض مع واشنطن تطلعها وتتخذ قرار من مجلس الوزراء ثم بعد ذلك يتفق بين الطرفين على تنفيذ آلية الانسحاب خلال فترة عام هذا ما يخص القوات الأميركية المتواجدة في العراق سواء للتدريب أو للمساعدة في القتال ضد المجامع الإرهابية بموجب اتفاقية واشنطن بغداد 2008 أما فيما يخص قوات التحالف الدولي الموجودة في العراق فيبدو أن العراق جاد بهذا الأمر وقد يتم إخراج هذه القوات خلال الفترة المقبلة ولكن أيضا سيتم ذلك بعد الاتفاق والتوافق ما بين العراق وهذه الأطراف أطراف التحالف الدولي لأن القرار العراقي يعتمد أو اعتمد أثناء اتخاذه في الجلسة الماضية للبرلمان على الغضب الشعبي والغضب السياسي الكبير وخصوصا للقوى الشيعية من عملية استهداف الجنرال السليماني في بغداد وبالتالي تبقى آلية التنفيذ مرهونة بمتغيرات الأمور في العراق وفي المنطقة وأنا برأيي أن الأمر سيتم لكن بعد اتفاق يوقع من جديد يهيك الآلية الانسحاب وليس بما يرغب به العراق بالسرعة القصوى أو بالطريقة التي تريدها بغداد نعم أنتقل الآن إلى ضيفي من واشنطن الجنرال متقاعد مارك كميت سيد جنرال مرحبا بكم سمعت ما يقول زياد عرور من أن العراق جاد في إخراج القوات الأمريكية والأجنبية بشكل عام من العراق هذا جزء من سؤال أساسي مقابل أيضا هذا الجدل في مسألة الحرب والحرب بين أمريكا وإيران كيف ستوفق كيف سيرد الرئيس والولايات المتحدة على هذين الطلبين أعتقد أن الرئيس الولايات المتحدة أمريكا يمكن أن يسحب القوات قبل الموعد المحدد بطبيعة الحال نحن موجودون في العراق لمساعدة العراقيين لمكافحة تضيب الدولة بطلب من العراقيين والحكومة العراقية طبعا تتخذ قرار لبغادرة الأمريكيين هذا يعني أن الدعوة سقطت ونحن أوقفنا بطبع الحال التدريب تدريب العراقيين ودعم العراقيين كنتيجة لذلك القرار لن أتفاجأ إذا ما كان الرئيس ترمب سيقوم بمقام به في سوريا لن يفاجئني ذلك سيقول أن المهمة في العراق انتهت وسوف يسحب قواته وبعد ذلك القوات العراقية والحكومة العراقية يتعين عليهما أن يتخذ مسؤوليتهما بشأن ما سيحصل منذ ذلك الحين إذا كان القرار الأمريكي جدا في صحب القوات الأمريكية هل يقابله ذلك ثمن مالي الرئيس الأمريكي طلب من السعودية وطلب قبل أيام أيضا أن يدفع العراق ثمن ما هو موجود من قوات أمريكية والمال العراقي في الخزينة أو في الخزائن الأمريكية أيضا الأمر بسيط الأمر بطبعها سيكون أقل تكلفة إذا ما عادت القوات الأمريكية إلى بلادنا لأننا لن نوفق الأموال لتوفير المعلومات للعراقيين ولن نوفر الغطاء الجوي للعراقيين ولن نوفر التدريب والمعدات إذا ما أردت الحكومة العراقية والشعب العراقي إذا لم يريد القوات الأمريكية نحن طبعا غادرنا في عام 2011 إذا ما تذكرت وأعتقد أننا سنغادر في عام 2020 ولكن على نحو ربما سريع أعتقد أن الولد بالعادة الأمريكية لا تريد أن تفاوض في هذه المسألة لأنه إذا ما سقطت الدعوة كما قلت فيمكن أن نغادر بالفعل نعم أرجو أن تبقى معي سيد كيميث دكتور حسن البراري أمام هذا السجال الأمريكي الإيراني العراقي ألا تتصور أن اصطفافا ما موجود ضمنا بين العراق وإيران في مسألة المطالبة بإخراج القوات وأيضا اصطفاف في مسألة الرد على الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة الحرب والمواجهة كيف تقرأ المشهد حتى الآن في ذل تصريحات ترامب الأخيرة من أنه لا يحتاج عودة إلى الكونغرس في مسألة ما سماه بالوحش في إيران يعني يمكن القول بأن الحكومة العراقية أو أن الشعب العراقي يعتقد بأن بلاده تحولت إلى ساحة حرب بين الجانب الإيراني وبين الجانب الأمريكي فبالتالي هو يريد إخراج هذا سبب المناكفات وسبب التحرش والتحرش المتبادل بين الأمريكان والإيرانيين بإخراج القوات الأمريكية ويعتقد بأن إخراج القوات الأمريكية ربما سيعني العراق تسلم بهذا الموضوع وهذا مطلب إيراني وأيضا هناك فيه استفاف له بعد سياسي له بعد عقائدي له بعد مذهبي لأن الحكومة البرلمان الكتلة الشيعية تقريبا اصطفت مع إيران في هذه المواجهة لأنها ترى بأن ربما إيران هي الحامي لها في قادم الأيام وأن الوجود الأمريكي في هذه المنطقة هو وجود مؤقت أعلنت أكثر مرة بأن الأمريكان يريدون ليس الانسحاب فقط من العراق وإنما من كل المنطقة لأنهم يعتقدون بأن موازين القوة الدولية مركز الموازين القوة انتقل من منطقة الأطلسي ومنطقة الشرق الأوسط إلى منطقة الشرق آسيا هناك فيه بعد هولوستي بعد كبير جدا في الموقف الأمريكي للتالي أنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية الأمر هي تريد أن تنسحب من هذه المنطقة ولكنها تريد إدارة هذا الانسحاب لا تريد أن تنسحب بشكل مضطرب مما يعني أن يتحول إلى هزيمة أمريكية الجانب الإيراني يريد أن يستثمر ذلك لكي يتحول وكأنه نصرا إيرانيا على الولايات المتحدة الأمريكية هناك في هذا المنطقة هناك سراع بين الدول الإقليمية أيضا لا ننسى الموقف السعودي تركيا أيضا إسرائيل يعني هاي ملفات كلها متشابكة مع بعض فبالتالي الولايات المتحدة أيضا يعني الإدارة الأمريكية لها أيضا موقف متشابك ومعقد داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بالموقف ليس فقط من الشرق الأوسط وإنما من الرئيس نفسه من طرازه وإسلوبه في إدارة السياسة الخارجية والداخلية هناك قوة داخل الولايات المتحدة تريد أن تستثمر ما يجري بينه وبين إيران من أجل إضعافه انتخابيا في حينه يريد أن يستثمر ما يجري لكي تكون ورقة انتخاب بمعنى يذهب الانتخابات 2020 بشهر نوفمبر مؤيدا باقتصاد قوي وبنصر على إيران هو أراد بإحاطته أن يقول بأنه انتصر على إيران بأنه رسخ الخطوط الحمر استعد الردع وأن إيران لا تفعل معه شيئا هو يريد هذه السردية أن تكون هي الطاغية في الولايات المتحدة في حين أن خصومه يريدون أن يقاربوا الموضوع على اعتبار أن الرئيس ترامب هو جازف بالأرواح الأمريكية والتواجد الأمريكي من أجل قضية داخلية نعم دكتور حسن في طهران يبدو أننا انتقلنا من هذه المجازفة كما يقول دكتور براري في مسألة القتل والمواجهة والدعوة إلى السلمية إلى ما يريده ترامب وهو أن يجر إيران إلى طاولة الحوار في مسألة الاتفاق النووي والتلويح الآن ربما بالعقوبات هو مدخل لذلك هل ستذهب إيران إلى طاولة الحوار هل سيعاد النظر تعيد النظر في مسألة الاتفاق النووي للخروج من هذه الأزمة بوجه تريده إيران إيران رفضت محاولة إدارة ترامب بعد قراره الخروج من الاتفاق النووي وترك طاولة المفاوضات المتاحة ومحاولته الإتيام بإيران لطاولة أخرى بناء على شروطه لذلك اغتيال جنرال سليماني زاد من الرفض الإيراني لمحاولة هذه الإدارة وأعتقد أن إيران حاليا لن تكون معنية على الأقل في الأمد المتوسط لن تكون معنية بمحاورة هذه الإدارة لأن أساسا هي تلوح بالعقوبات لكن قد فرضت أقصى حد العقوبات لا يوجد ما يعاغب اليوم في إيران من قبل الإدارة لذلك هي توسلت في الأونة الأخيرة إلى معاغبة شخصيات إضافة الأسماء إلى قوائمها الموجودة لذلك لا أعتقد أن ذلك يرهبها ويجبرها على إعادة النظر في حساباتها بالتالي هذا الاغتيال عقد الأمور قلص الحديث عن أي مفاوضات مع هذه الإدارة في طهران وبالتالي نشاهد شيئا من الأجمع أن هذه الإدارة لا يمكن محاورتها وأعتقد أن الضغط الشعبي أيضا في هذه المرحلة سوف يمنع لم يكن عاملا في السابق لكنه اليوم سيمنع الحكومة الإيرانية من مفاوضة ترامب بسهولة أستاذ زياد في العراق مقابل هذا الحديث الإيراني والخلاف الإيراني الأمريكي هناك ارتفاع لحدة المطالبة بالسيادة العراقية واستدعاء السفير الإيراني مقابل ذلك بموازاته هناك بعبع ما يسمى بالإرهاب هناك جماعات المسلحة كيف يمكن أن تضمن الحكومة العراقية في قادمها مسألة استقرار العراق مواجهة ما يسمى بالإرهاب وخروج القواعد أو القوات الأمريكية إذا تم ذلك هذا ما يراهن به الرئيس ترامب بالموقف العراقي أننا إذا من سحبنا ومن معنا من التحالف الدولي فإن العراق سيبقى ساحة مكشوفة قد يستهدف من أبواب إرهابية أو مجامع إرهابية في مناطق مختلفة سيما وأن داعش ما زال على الحدود وقد تظهر مجامع أخرى هذه ورقة ترامب الرابح التي يفاوض بها لذلك أنا أقول لك أنه في كل معطيات الأمور ما زال الحديث عن المفاوضات موجود أنا أختلف مع الجنرال في واشنطن ومع السيد في طهران من أن المفاوضات لن تكون قريبة أنا أرى على العكس أن بعد اغتيال السيد سليماني في بغداد وبعد الضربة الإيرانية للقواعدة عين الأسد أن هناك أطر قد تكون جديدة لشكل التفاوض وقواعد الاشتباك والمرونة في المنطقة ما بين طهران وواشنطن أما الحديث عن السيادة العراقية في ظل هذه الأجواء فالسيادة العراقية مرتهنة بالقرار الأميركي منذ عام 2003 عندما اشتاحت الولايات المتحدة الأميركية العراق وأعلنته محتلا ومن ثم رأت عملية سياسية كل ما يجري من هذه العملية السياسية هي برعاية واشنطن وحتى النفوذ الإيراني الذي دخل إلى العراق هو بفضل واشنطن وبالتالي الحديث عن وجود سيادة شيء والحديث عن واقع على أرض الواقع شيء آخر العراق يجب أن يكون له طرف محوري في عملية التفاوض أو الحوار أو التفاهم ما بين واشنطن وطهران ليحافظ على وضعه الداخلي وهذا هو الأهم في المرحلة المقبلة والمتوقع أن يكون الحديث في هذا الاتجاه ما بين الأطراف الثلاثة سيد جنرال مارك التفاهم الإيراني الأمريكي وأيضا الخلاف الأمريكي الإيراني يؤثر سلبا أو إجابا على المشهد العراقي يعني الرئيس ترامب مهوس بمسألة نووي هل ما حدث من مقتل لسليماني ومن هذا الضجيج السياسي والخلاف حوله هو الذي يقود ترامب إلى جر إيران أريد أن أسأل مرة أخرى إلى طاولة الحوار مقابل ذلك ماذا عن مسألة القواعد في الخليج وفي إيران وجودها أو خروجها نعم بعد ذلك زميلنا من الأردن أخطأ في تشخيصها الأمر غير مرتبط بالانتخابات الأمريكية انتخابات الأمريكية غير مرتبطة بأسياسة الخارجية هم ينتخبون الرئيس وفقا لأسياسة داخلية وفقا للاقتصاد وفقا لحيواتهم وفقا لأسلوب حياتهم ووضعهم ومشاكل ذلك هم لا يصوتون وفقا للحروب خارج نتاق البلاد أقول أيضا لزميلي في بغداد ثمت شعور ليس فقط يختلج ترامب ولكن يختلج الأمريكيين أيضا إذا لم يرد العراقيين مساعدتنا فلماذا نرسل أزواجنا وزوجاتنا وبناتنا وبنينا لدعم العراقيين إذا لم يريدوا دعمنا هناك الكثير من الضغوط الضغوطات من قبل الشعب الأمريكي على ترامب يقولون له عليك أن تأتي بجنودنا إلى ديارهم هذا كان بطبيعة الحال وعد ترامب أراد أن ينهي الحروب في شغل أوسط في حملة الانتخابية أما نسبتي لإيران الأمر غير مرتبط بالخوف وعلاقة ذلك بالانسحاب ولكن الاستجابة العراقيين الذين قالوا أن الأمريكيين غير مرحب بهم يفضي إلى القول أن الأمريكيين يتعين عليهم أن يغادروا بالفعل لا أعتقد أن هذا سوف يتطلب سنة من المفاوضات أعتقد أن سيد ترامب سوف يتخذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن حسب الاقتضاء حسب الضرورة وأعتقد أنه في عام 2020 سوف نقوم بما قمنا به في عام 2011 ولكن القوى العراقية الأمنية طبعا أفضل حالا اليوم أما هو عليه الحال في عام 2014 ولكن العراق يجب أن ينتبه قلق إزاء تنظيم الدولة لأنه يمكن أن يعود برأسه ويطل من جديد نعم هناك الحشد الشعبي الذي دعم وطبعا الحشد الشعبي لعب دورا أساسيا في هزيمة تنظيم الدولة ولكن الأمريكيون أيضا لعبوا دورا أساسيا وعندما ذهبنا إلى ذلك المكان ثمنت جهودنا ولكن العراقيون الآن يقولون يجب أن نرحل وفي كل مرة يسمع الرئيس الأمريكي ذلك يقول الشعب الأمريكي ائتي بجنودنا إلى ديارهم إذا لم يكن الأمر مرحب بنا في العراق طبعا الحشد الشعبي يطلق بصواريق حصل ذلك منذ فترة واستهدفت السفارة وبالتالي فمن المنطق أن يغادر الأمريكيين ويتركوا العراقيين يتصدون لأمور لاسيما تنظيم الدولة والحشد الشعبي إذن أمر غير منطقي لكي يبقى الأمريكيون إذا لم يكن مرحب بهم شكرا جزيلا لك الجنرال المتقاعد مارك كيميث من واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وشكرا جزيلا أيضا للمحل السياسي العراقي زياد عرور في العراق بغداد شكرا أيضا لدكتور حسن حميدان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران وشكرا موصول أيضا للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية شكرا لكم ضيوفي الكرام مشاهدين الكرام المسائية مستمرة وبعد الفاصل باقي فقراتنا وفيها أردغان يقول إن الوجود التركي في ليبيا هو لإنهاء الظلم وأنقرة تعتبر البيان الصادر عن اجتماع القاهرة بشأن الأوضاع في ليبيا غير واقعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر